قال أهل العلم رحمه الله إذا رأيت نفسك متكاسم عن الطاعة فاعلم أن الله عز وجل لا يريدها لك والعياذ بالله ولا يفقك لها حسن البصري دخل عليه ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم نعم هذه الآية الحسن البصري دخل عليه رجل قوم قالوا إن لا نقدر على قيام الليل يا أخي تعلم المصيبة يعني صراحة بيننا مصيبتنا هم كانت مصيبتهم قيام الليل نحن مصيبتنا الفجر يعني هم كانوا إيش والله إحنا ما نقوم الليل إحنا لا إحنا ما نقوم الفجر يا شيخ قيل الحسن البصري نحن قوم لا نقوم أو لا نقدر على قيام الليل فقال الحسن البصري قيدتكم ذنوبكم الذنب عبارة عن قيد ثقل ثقل كلما تعاظم عليك الذنوب ثقلت عليك الطاعات واضح كلما تعاظمت عليك الذنوب ثقلت عليك الطاعات لهذا الصحابة ماذا كان عندهم اختبار الإيمان الفجر لا يتخلف عن صلاة الفجر إلا منافق معلوم النفق إيش رايكم فميزان الإيمان صلاة الفجر والعشاء علم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا يختبر بها الإيمان فإذا أنت لا تقوم على صلاة الفجر فاعلم أن عندك خلل ما هو الخلل ذنوب تقيدك واضح لهذا المرء يعني مصيبة يا أخي شوف شوف إذا كان النوم المرء لا يستطيع النوم أريد أن أتكلم بفائدة ما أعلم كم دقيقة معي لنهاء البرنامج ممتاز النوم كالموت خذوها فائدة لي ولك النبي صلى الله عليه وسلم يقول النوم أخ الموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النوم أخ الموت بمعنى أنا حينما أنام كالميت أذى الفجر لما أسمعه ولا أقوم كأني ميت في سكرات الموت لا أخذر على الطاعة فالذي لا يستطيع مقاومة النوم للذهاب للطاعة لن يستطيع في سكرات موته أن يقول لا إله إلا الله ويقول طاعة لأن إذا أنت نوم ما استطعت أن تقاوم فكيف بالسكرات الموت التي أكثر ما يعانيه المسلم من الآلام سكرات الموت لهذا إذا كانت النوم فيه لذة لكنه يشابه الموت في غياب العقل ما تستطيع الطاع فبالله أخبرني علم لهذا يعني نصيحة لي ولك ولمن يسمع الآن لا تفوض طاع فإن يوم القيامة ستتحسر على كل ثانية فاتت من بين يديك ولا تنشغل إلا بطاعة المولى وإرشاد الناس للمولى ولا تنشغل بالخلق هذا أسلم ما تستطيع فعله ودع الناس ينشغلون بما ينشغلون وانت اشتغل بطاعة المولى فإن الله عز وجل سيرفع ذكرك ولو بعد حين نعم علم نعم والله أعلم